وفي حياة كريمة واصلت القافلة العلاجية تابعة لمدرية الصحة أعمالها لليوم الثاني على التوالي بقرية الأعقاب الكبرى في أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم خلال القافلة الكشف وصرف العلاج وإجراء التحليل والأشعب المجان لـ 846 من المترددين من أبناء القرية والقرى المجاورة وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة ترجمة نانسي قنقر